الأعداد العشرية الجمع والطرح والضرب صفحة 22 الجديد في الرياضيات سنة السادسة من التعليم الابتدائي النشاط رقم واحد صفحة 22 اشترت مريم كتاباً بثماني خمسة عشر فاصلة خمسة وسبعون درهاماً ودفعت للكتبي مقابل مشترياتها ورقة مالية من فئة مئة درهام أفسب المبلغ الذي سيرده الكتبي لمريم لحساب هذا المبلغ الذي سيرده الكتبي لمريم سننجز عملية سين عملية الجمع هي خمسة عشر فاصلة خمسة وسبعون زائد ثمانية عشر فاصلة أربعون نحسب ثمان مشتريات التي اشترتها مريم ثم بعد ذلك نقوم بعملية طرح مئة ناقص المجموع الذي سنحصل عليه من عملية الجمع إذن حل هذه المسألة أولاً عملية الجمع ثم بعد ذلك عملية الطرح إذن عملية الطرح يميئة ناقص أربع وثلاثون فاصلة خمسة عشر تساوي خمسة وستون فاصلة خمسة وثمانون إذن الكتبي يرد على مريم خمسة وستون فاصلة خمسة وثمانون درهم نشاط رقم اثنان أنقلوا إلى دفتري وأكسبوا العداد المناسبة مكان النقاط سنبحث عن الأعداد المناسبة التي سنكسبها في مكان النقاط عن طريق عملية الطرح لإيجاد هذا الرقم الناقص ننجز عملية الطرح سنأخذ خمسمائة وخمسة واربعون فاصلة تسة وثلاثون ناقص خمسمائة وثلاثة عشر فاصلة اثنين وتسعون وسنحصل على الرقم الناقص في العملية إذن بعد إنجاز عملية الطرح حصلنا على هذه النتائج العدد الناقص في العملية الأولى هو بعد إنجاز عملية الطرح هو واحد وثلاثون واحد وثلاثون فاصلة سبعة واربعون والعدد الناقص في العملية الثانية صفر فاصلة أربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وخمسون ثم العملية في العملية الثانية صفر فاصلة تسعة ألاف وتسعة ألاف وتسعة وخمسون والعدد الناقص في العملية الرابعة 0.001 إذن أنا سألاحظ العملية التي قمنا بها بنسبة هذا التمرين إذن هذه هي العملية بإسم العمل الأولى 545.9 ناقص 513.92 9 ناقص 2 تساوي 7 3 ناقص 9 لا يمكن نستلف ونرد السدف 13 ناقص 9 أربعة فاصلة 5 ناقص أربعة واحد واربعة ناقص 1 ثلاثة وخمسة ناقص خمسة صفر يعني 1.47 في العملية الثانية نكتب دائما في عملية الطرح نوضيف الأصفار والفاصلة إذن هنا لدينا واحد ناقص صفر فاصلة صفر صفر واحد أدفنا الفاصلة ثم الأصفار لإنجاز العملية صفر ناقص واحد لا يمكن نستلف ونرد السدف عشرة ناقص واحد تسعة ثم صفر ناقص عشرة لا يمكن نستلف ونرد السدف عشرة ناقص واحد تسعة ثم صفر ناقص تسعة لا يمكن ناقص واحد لا يمكن نستلف ونرد السدف عشرة ناقص واحد تسعة ثم صفر ناقص واحد لا يمكن نستلف ونرد السدف عشرة ناقص واحد تسعة فاصلة واحد ناقص واحد صفر بنفس الطريقة بنسبة العمليات المتبقية دائما في عملية الطرح أضع الفاصلة تحت الفاصلة من نسبة للأعداد العشرية ونضيف الأصفار لإنجاز العملية تمرين رقم ثلاثة أضعوا وأحسبوا سبعة وعشرون فاصلة أربعة زايد ثلاثمائة وخمسون زايد واحد فاصلةenfين وخمسمائة تماما واربعون العملية الثانية ثلاثمائة وخمسمائة واربعون فاصلة سبعة زايد ثمانون فاصلة خمسمائة انجاز هذه العملية سيكون عموديا وذلك بهذه الطريقة إذن العملية الأولى 27.4 زائد 350 زائد 1.2548 يمكن إضافة الأصفر في العملية لتسهيل إنجازية 0 زائد 8 تساوي 8 0 زائد 4 تساوي 4 0 زائد 5 تساوي 5 4 زائد 2 6.7 زائد 1 8 2 زائد 5 7 0 زائد 3 زائد 0 3 إذن حصلنا على المجموعة 378 6548 في العملية الثانية 345.7 زائد 8.45 40 زائد 376 تساوي 802.15 إذن دائما في عملية طرح أو عملية الجمع بنسبة للعدد العشرية نضع الفاصلة تحت الفاصلة ورقم الوحدة تحت رقم الوحدة التمرين الموالي وتمرين رقم 4 أحسبه إذن سنحسبه سنحدد الأرقام ناقصة في كل عملية 0.67 زائد 0.54 7 زائد 4 تساوي 11 نضع عشر نضع واحد ونحصة في دون بواحد ستة زائد خمسة آآ 11 زائد واحد زائد احتفال 12 فاصلة ثم واحد زائد 0 تساوي واحد واحد إذن المجموعة هذه العملية هي واحد فاصلة واحد وعشر عمية واحد العملية ثانية صيف زائد أربعة 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 زائد ستة الفاصلة خمسة زائد ثلاث تمانية واحد زائد суفر واحد تساوي 18 فاصلة أربعة وستون العمل التمرين رقم 5 أضعوا وأنجزوا العمليات التالية 302.08 ناقص 0.12 ثم 24 ناقص 0.04 56001.8 ناقص 0.192 ناقص 1.704 وأنجزوا العمليات التمرين رقم 5 24 ناقص 0.04 ننجزوا العمليات بهذه الطريقة فاصلة تحت الفاصلة ونكمل العدد بالأسفل لإنجاز عمليات الطرح نكمل الأسفل في جزء العشري 0 ناقص 4 لايمكن نستلف نستلف ونرد 10 ناقص 4 6 0 ناقص 1 لايمكن نستلف ونرد 10 ناقص 1 9 0 4 ناقص 1 ثلاثة 2 ناقص 0 2 3 وعشرون فاصلة 6 و 9 0 ناقص العمليات الثانية 82 ناقص 1.704 0 ناقص 4 لايمكن نستلف ونرد 10 ناقص 4 0 ناقص 6 لايمكن نستلف ونرد السلف 1 ناقص 10 ناقص 6 4 0 ناقص 8 لايمكن نستلف ونرد السلف 10 ناقص 8 2 2 2 ناقص 2 0 8 0 8 8 8 8 20 26 302 08 0.12 8 2 6 0 1 لايمكن نستلف 10 1 9 2 1 1 1 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0